فيما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه حيث قال الله تعالى أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي تستغفر الله وأرح قلبك وبدنك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في القلب قسفة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى نحن مسافرون في هذه الدنيا فأكثر من متاعك واذكر ربك في عملك في فراغك قبل نومك بعد نومك كل وقت تتيح لك فرصة اذكر الملك قل لا إله إلا الله تزيد من متاعك وحسناتك لا تحزن نقول الله وعزتي لأعطينا الذاكرين ضعف ما أعطي السائلين لا تقنط اعلم أخي أنه إذا أحبك الله فلن يحبك أحد أكثر منه وإذا أعطاك الله فلن يعطيك أحد عطية أكرم منه فمن لك غير الله أخي أخيتي لا تهتم لا تغتم لا تضيق فقط اذكر ربك وسيزيل عنك أحزانك وهمومك وضيقك أفيضيق صدر والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفتضيق بعد هذا لما لا نذكر الله مع أنها من أسهل العبادات والأعمال فهي كما روي أنها أفضل من الدعاء فقط استغفر الله قل سبحان الله قل لا إله إلا الله يقول شفيع الأمة طوبى لمن وجد في صفيحته استخفارا كثيرا كن على يقين أنك عن الدنيا راحل ولنعيمها مفارق وعن قصورها زائل ولشهواتها تارك وإذا القبر نازل وفي التراب ساكن فابدأ الآن مع نفسك واستغفر ربك وسبحه واذكره قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اجعل لسانك رطبا بذكر خالقك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء يا رب ارحم واخفر لكل من نشر هذا المقطع